بالتزامن مع لقاء في جونيف بين المبعوث الدولي إلى سوريا والمجموعة المصغرة بشأن سوريا تخرج تسريبة تحدد رؤية وشروط المجموعة على طاولة اللقاء تتشكل الوثيقة المصربة من ثلاثة أقسام يتعلق الأول منها بمبادئ حل الصراع في سوريا من هذه المبادئ أعدم رعاية الحكومة السورية للإرهاب أو توفيرها ملجأاً آمناً للإرهابيين وأيضاً إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل وأقطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته وأعدم تهديد الدول المجاورة إضافة إلى توفير ظروف ملائمة لعودة اللاجئين بشكل طوعي في المبادئ أيضاً لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة من دون عملية سياسية حقيقية على أن تفضي تلك العملية إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضى الدول المانحة أما مبادئ القسم الثاني المتعلق بالإصلاح الدستوري فتشترد أن تناقش الإصلاحات صلاحية الرئيس بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى هو في البنود أيضاً يجب اعتماد لمركزية بما يضمن أساساً مناطقياً فيما جاء القسم الثالث من الوثيقة تحت عنوان انتخابات بإشراف دولي في بنود هذا القسم يجب وضع إطار انتقالي انتخابي بالمعايير الدولية ويجب أيضاً أن يكون للأمم المتحدة دور في إدارة الانتخابات والمصادقة على نتائجها خلال الفترة الانتقالية في حال استوفت المعايير المطلوبة حراك سياسي جديد في جنيف التي لم تشهد سالف طاولاتها أي تقدم بشأن تشكيل لجلة دستورية سوريا فلقاء المجموعة المصغرة بشأن سوريا هو التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن ومصر بديمستورا يأتي بعد جولة مباحثته مع مبعوثي الدول الضامنة لمصار أستنى روسيا وتركيا وإيران ثلاثة أطرافين تحكمه الفعلي في سوريا وقراراتها قد لا يسمح لمبادئ المجموعة المصغرة بشأن سوريا المصربة برؤية النوري بالأساس ترجمة نانسي قنقر